اهلا بكم اتمنى اكونوا بخير. انا مينا من كاميرا هاوس اسوان. وفيديو النهاردة معانا توضيح لخدمة توفرة جديدة في كاميرا هاوس. وهي خدمة تغيير اللمبات والجاعدات الخاصة بالفلاشات الجيدكس. لان دي اكتر حية بتبوز معانا كم صورين. اضافة للبطاريات والبطاريات امرها سهل. المهم ايه? المتوفر? متوفر لمبات خاصة بالفلاشات الجيدكس بجميع موديلاتها. خمسمائة عشرين ستمائة خمسة تمانين تمانونية ستين والفيون. وكمان متوفر جاعدات للستمائة خمسة تمانين والتمانونية ستين والفيون جاعدات اصلية زي ما واضحها امامكم. المهم الفيديو ده هيكون مجرد توصيق لتغيير لمبة لفلاش جيدكس ستمائة خمسة تمانين. الفيديو هيكون سريع جدا طبعا مش هوضح كل الخطوات لكن هو مجرد توصيق لخدمة تغيير آآ اللمبات الخاصة بفلاشات الجيدكس. المهم. يلا نبدأ الفيديو. حاليا اخرينا اللمبة القديمة زي ما واضح امامكم سودة. طبعا اللمبة دي ما كانتش بايزة بس كان اداءها ضعيف جدا جدا جدا. فعشان كده ايرناها. ودي شكل اللمبة الجديدة. شايف? دي ما بزدش. بس اداءها ضعيف جدا جدا جدا. يعني تخليها مسلا واحد على اتنين كان واحدة لستاشر. لانها خلاص ضعفت جدا. ما هي? الجديدة. طبعا ده انا حملنا مقدمة الفيديو. وحاليا بوضح لكم اللمبة بعد ما طلعناها. بعد كده هركبها. وتكون التجربة فقط وننهي الفيديو. يلا نركب اللمبة الجديدة. آآ هنشغل الفلاش ونجرب. فلاش شغال. هنا واحد على واحد. شغال وقوي. واحدة الاربعة. واحدة الاتنين وتلاتين. واحدة الاربعة وستين. واحدة الاتمانية عشرين. يا شغال زي الفل. دي اللمبة الجديدة. اعرف واضحة الا. ودي اللمبة القديمة. حاليا ركبنا الفلاش بالكامل. زي مواضحة امامكم. ركب بالكامل. هنشغله ونجرب. واحدة ثمانية. واحدة اربعة. ودي واحد على واحد. آآ بكده الفيديو انتهاء. اتمنى الفيديو يكون عيبكم. والحمد للفضل في التعليقات. وانتظرونا في الفيديوهات القادمة. سلام.